ان الاتحاق بالجامعة الامريكية في بيروت يعود الى سنة 1966 في الاول من كانون الاول وكان لي من العمر 21 عاما وتركتها عام 2012 في 30 ايلول وكان لي من العمر 65 عاما ان هذه الفترة بنظري تاريخ صفحاته بنور سجلي لقد بدأت كامين صندوق في فوزيريز ديبارتمنت مدة سنة ونصف لألتحق بمكتبتها في التذكارية فعملت بها من سنة 1968 الثاني من ايار كموظف في دائرة بلزيفيشن ديبارتمنت لأحصل بعد 12 سنة على وظيفة هيدكلارك بلزيفيشن ووقيت في الوظيفة حتى نهاية الخدمة لقد خدمت هذه المؤسسة كبيرة وكنت مثال لموظف المخلص ولم اتخلى يوما عن القيام بواجبي مع التلاميذ والاساتذة وجميع الدوائر والاقصام التالي عليها احببت جميع من تعملت معهم وما زلت على علاقة وثيقة وطيب معنا كثيرين ان كانوا من الرفاق في المكتبة او خارجها في مختلف دوائر الجامعة ان لهذه المؤسسة الكبيرة فضل كبير علي وعلى عائلتي اذ بواسطتها تمكنت من تربية اولادي وتلقيم العلم وذلك بواسطة المنحة الدراسية التي كانت تقدمها الجامعة للأهل كذلك اتاح تيالجامعة فرصة التعليم اثنين من اولادي للحصول على البيئي دون مقابل ولقد سعدتني الادارة على توظيف ثلاثة من اولادي واحدة في الوفيس اوف ديفورمينت والثانية في الالوميناي ريليشنز والثالثة في سنتوجينز دي بارتمنت الشكر الجزيل دائما وابدا للجامعة اندركية بيروت هي في الذاكرة وستبقى الى الابد هذا لا يسعني الا ان اتقدم لنسبة 150 سنة على تأسيس الجامعة من حضرة الرئيس الدكتور فضل خوري بأطيب التمنيات واخلاصها راجيا له العمر الطويل لعمل على رفع مستوى الجامعة عاليا عاليا عشتم ايها الرفاق عاشت الجامعة الامريكية في بيروت وعاش لبنان والدي كان اسمه مجيد يوسف سروع كان يشتغل بلوت بانك وخدم الجامعة 45 سنة وجدة بيلا امي كان قبله سنة 1875 هيشتغل بالجامعة امريكية وكمان خدم الجامعة 40 سنة وانا جيت من بعضهم كملت الرسالة هايدي بخدمة الجامعة وكنت مثال الموظف المخلص متل ما كني كانوا متل ما علموني هني ومرأة عليا كتير اشخاص من الجامعة بيناتون الدكتور اني سفريحة كان استاذي العربي بالجامعة هوني هو من دار الخرف المتل الشمالي اجل عنده مجموعة الكتب نحن نعرف انه هالدكتور هايدي كان عنده كتير مؤلفات منا كتاب هو موجود بالجامعة بالمكتبة هلا اسمه حضارة في طريق الزوال اجل عنده معه مجموعة سألني اذا كان في انا جلد له هالاشياء كاذا تتكى معينك اذا ستغل فيك الساقة بيت يوم متى كان في عيد لديس جوبرجوس كان بـ 23 لسان قبلها بـ 3 ايام طلرت مني احدى الزملات انه اكتب له كلمة عن هالدكتور هايديس هايضا لابنته تحت دمها لمدرسة بقى انا ارعى عبيتب لهو عصيضة طلع هو عالى شو هايدي اعطيته مثلو عصيضة مشان تخضي جلوسه ارى منا 4-5 ابيات اخذ المورقة من عندي واعلى الطاولة كتب هيوي بالحرف الواحد البحر لما يهيج ما بيعرف جزع ياما وياما رواح بمواجن تزع تنين واحد لو طلع من لجته كل اهل البر بيموتوا فزعا انا انا يعني ما كاني مصدق انه اديس جاورجيوس يعني عنده عجيب او شيء بقى انا دغري اتركت العصيضة وكتبت له دغري على ورقة من الورقة الدمي قلت له مرة طلع تنين عشاطي وسلك وصوب الفريسي مقترب حتى هذك من البر جرجيسطن شهر شلفته طحن اعظام وزلغت بنت الملك قال لي مرة خلاص انت شاعر انت شاعر عظيم بس ماشي بتلي كلمة شلفته بتل له شلفي يعني السنان الحربي اللي براهو عليك انت حقيقتك بتقرى منيح بالاموس بالعربي ومطلع على اللغة العربية منيح عافيك انا كثير مرفض منك هلا جدي كان اشتغل بالفيزيكال بلانت كان بالفيزيكال بلانت ومرحوم بي كان اشتغل كمان بالبلاد بنك وبقى اتعرفوا ع بعضهم منهم المجمعة وراح سيئة بالمناسبات انه رح لعنده على البيت لقى امه موجوده المرحوم بي شايفه عجبته وقال له بدي ايه هالبنت هايدي منك يا عم قال له والله انت ادمي وكويس وانا سألت عنا كثير ووالاخره هاي تكرر معيني لك كان ساكرين بجرى البحر معيني ليسي اول شي قعدنا خمسة هونه بعدينه صار فيه مشروع بالمشروع السكين المغلومة بالاشرفية بيبيعوا الاخبارني اراضي ما اراضيهم فروزة رحنا على الاشرفية وسكننا هونيكي اخدنا معنا جده وسته معنا معنا كل الحياة وكان عاملهم بي احلى معامله كأنه هو ابنهم وهيك تم تقضيه المزرعة كانت مزرعة ابقار ودواجن وهيك اشياء وكان جده باقي الامي يشغل فيها وكان مركزها محل الملعب الاخضر حاجي كبير حاله ملعب كبير ما امنوا فيها حفاة التخريج هوني كانت هاي المزرعة وكان مسؤولة عنا شخص اسمه جرجي ربيز هو موكين مهوني هو وكيد عكل المزرعة وجده كان يعمل فيها المزرعة انا فتت سنتي ستة وستين متما قلت لكم هلأ على الجمعة كان اخر ايامه استاذ جوبران بخعازي هو كان الونيفرسي ريبيرغان بعده اجا مستر كانت فرانسيس كانت من بعض فرانسيس كانت اجا مستر ريشي سوماس من بعض مستر ريشي سوماس اجا يوسف خوري ديرتور يوسف خوري بعدين اجا سامو الفوتسيكجان بسنة ثلاثة وثمانين من بعض ديرتور سامو الفوتسيكجان كان مردم بخعازي وبعدين كان قبلها قبلها فترة هاي بين فرسيكجان وبين مردم بخعازي كان في مستفريجي اشتغلت هدا انترم انترم ينورسي ريبيرغان بعدين انتهيت انا انا طلعت من مكتبي كانت مردم بخعازي صره سنة تركي واجرت دكتور محو اشتغلت مع دكتور محو سنة كاملة من 2009 على 2010 ايام الحرب كلية ما انقطعت ابدا عن الجامعة ضلت دوام كامل وكنت نيم هون انا وكتير من الرفاء عطونا هون بالجامعة دورم نيم فيه حفظنا على ديمومة الجامعة وبالساعة الرهيبة تبعية اقوط القليج هون سهمت بجمع الركام وساعدت بكل اشيه اللي كانت ترميم كنا نقطع نقطع على على الممرات من الغربية الشرقية وتحت الاذيف وتحت الانابل عطونا كل اشيه ها 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 ما نحن تذكرنا نحن كيف كان الجو بالمكتبي الجو كان كتير بنيح كان كتير حلو الجو بالمكتبه كان كتير حلو وبعدنا لحد هلا ما بانسى وما رح انسى ابدا ابدا طول حياتي وبكد بتمنى عطول لو بترجع هذيك الايام لأنه هذيك الأيام كانت كتير حلوية أبضلني هنهانا زهر الشباب نحن أنا كنت فوت على المكتبة إجي قبل كل العالم ستة ونص تمشى من الماديكال غيت على الإنفرنورية ورجع أروح مرتين تاتة أنا وصديقي قدرت أنا وياه كتير أيام حلوية رياض دخنا يصير ونبلش تمشى من الماديكال غيت للإنفرنورية حتى تصير ساعة ثمانية تموت على الشغل وبعد الشغل كل العالم تبلش تتفعل في الساعة خمسة يضل أنا آخر واحد كنت كتير الحمد لله بكل طيبة خاطرة مخلص وكل ما عملتي مع الجماعة ما عندي أبدا حدا عدو كله أصحابي ومن خيلة الأصحاب حتى وبعد لحد دل أنا وياهن رفقة لحد دل بالمكتبة وورية المكتبة وبيحكي أنا وياهن على الفيسبوك وبيحبوني وأنا بحبهم من أصحابي الأدماء كتير اللي أنا كنت متقوم بقول لك ليزي ذريك لوز أنا وياهن هني رياضي خنايسير إبراهيم يوليس طداينا شجاع هو اللي كنا نحنا وياهن كتير 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 من الأدمين قديم وبعدين إيه السيدة فات بحبيبة القلب والعيون ضافت على هالها الصداقات الشتيرة من القيام وفي كمان يعني في كتير ناس بيعني كل العلم بهم الجيمة كل أهل اللي عملنا رحلات كتير أوقات كان فيه لأنه عنا ست اسمه أجيه في رايحة هيك كنا كل نهار ثبت مع الظهر كنا الشغل نص نهار ثبت نحنا هي مسكولة كعنا كان بالبايندينج نروح أنا وإياها وإخلاص طرنوس ونوال نعميني الله يرحمه نوال ورياض عنابع الصفا فرية نبع اللبن وعسل كلها كلها بالمطرح نضغط بره ونجي كان قضينا كتير أعيان إحلي ونحنا أول فترة ثلاثة جمعة بعدين إيجرت الحرب ماعدنا ماعدنا رحنا وقفت كلها النشاطات كلها في أكتار من الرفاقة قبل ما تقاعدوا يعملون حفلات حتى حفلة وداع كنت كل واحد أعملوا كلمة هيك شعر بيتين شعر هيك كشعر وداعي منه هالشخاص هذولي هنلا ببيدي يومتها قلت لها أعطوني كرت حتى حطلنا شي عليه كتبنا بشي الزكرة من أنا متل متل بقيت للناس قلت لها صادق وحب وأصدق بحب الصديق وعى المحب يغمض عيونك وفي قال كلمة سيد الكلمة علي قال الصداقة عى الأرابي انفضلي عشرت صحبة عمر مش صحبة صديق طريقة رياض إخنا يصير كمان صديق عزيز علي لما راح قبلي كتبت له كمان على كرتبعه قاله الصديق بعرفنا رفيق الطريق والخي شربة مي ما بدها بريق لكن إن تجامع صفاته من الاثنين فينا نعدك خي ونعدك صديق أنا عندي أصحاب كتير داخل المكتبي وخارج المكتبي مثل المكتبي 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 كان عنا كتير ناس بالكارير كانوا يعيطوا له حتى يتعامل معهم يجاء الكتب مؤسسة بالحرير الملحوم رفيق الحريري كانوا كل مناسبة عيد ملايب عيد رصنة عيد كبير يبعطوا له هدية من المؤسسة غنظات قميص أشياء مش عينتك هايدي الأخري في العلاقة وفي غض فيه كتير بكل المؤسسة اشتقنالكن يا حبابنا بعض الغياب عفراءكن يا صحابنا هالقلب داب يا ما ويا ما عنا حباب بكل الدني ومتلكن يا حبابنا ما في حباب اشتقنالكن وقلوبنا دابة حنين يا ما امر فراءكن اللايعين رجعنا وما راح نفترق عن بعضنا ومين راح يقدر على هالبعد دينا